مرحبا نستكمل حديثنا عن موضوع القوائم في HTML والنوع التالي الذي سنرى من القوائم هي قوائم الوصف Description List ويتم إنشاء هذا النوع من القوائم باستخدام العنصر DL إذن العنصر DL يمثل قائمة وصف أو قائمة تعريف وببساطة هي قائمة مجموعات تتكون من أسماء وقيم ولدينا في هذا المثال قائمة وصف يتم إنشاؤها باستخدام العنصر DL وبداخل العنصر DL لدينا عنصرين آخرين الأول العنصر DT والثاني العنصر DD مجموعات أو أزواج من الأسماء والقيم قد تكون مصطلحات وتعريفات مرتبطة بها ديانات وصفية أسئلة وأجوبة أو أي مجموعات أخرى مكونة من أسماء وقيم وإذا كان هذا المفهوم أعني أزواج أو مجموعات من الأسماء والقيم جديدا عليك فيمكن فهم ذلك بسهولة من خلال المثال الذي أمامنا فالعنصر DT هنا يمثل الإسم والعنصر DD يمثل القيمة وبالتالي لدينا زوج واحد أو مجموعة واحدة من اسم وقيمة ولغرض التوضيح أكثر يمكننا الاستعانة بمثال آخر من لغة البرمجة جافا سكريبت في لغة البرمجة جافا سكريبت على سبيل المثال لدينا نوع من أنواع البيانات يسمى Object وبالعربية كائن ومن خلال هذا المثال أمامنا لدينا كائن يسمى Person وبداخله أزواج من أسماء وقيم وبالإنجليزية Key Value Pairs لدينا هنا الإسم يمثله Name والقيمة يمثلها أحمد هنا أيضا الإسم Edge والقيمة 99 وهكذا إذن نعود لاستكمال حديثنا عن قوائم الوصفة قلنا مجموعات أو أزواج من الأسماء والقيم قد تكون مصطلحات وتعريفات مرتبطة بها بيانات وصفية أسئلة وأجوبة أو أي مجموعات أخرى مكونة من أسماء وقيم كل اسم في قائمة الوصف الـTL يتم تمثيله باستخدام عنصر DD كل قيمة في قائمة الوصف الـTL يتم تمثيلها باستخدام عنصر DD ولدينا مثال آخر هنا لقائمة وصف لدينا مصطلح HTML داخل عنصر DD ويتم تعريفه باستخدام العنصر DD العنصر DD يمثل اسما أو مصطلحا في قائمة وصفة تسمى أيضا قائمة تعريف بالتالي يجب دائما أن يكون العنصر DD داخل قائمة وصف الـTL العنصر DD عادة ما يليه العنصر DD مع ذلك فإن وجود عدة عناصر DD متتابعة يشير إلى عدة مصطلحات يتم تحديدها مباشرة بوصفة عنصر DD التالي في هذا المثال لدينا عنصرين DD يليهما عنصر DD واحد بالتالي العنصر DD هنا يشير إلى المصطلحين السابقين وهما الجوال والهاتف المحمول العنصر DD يوفر وصفا أو تعريفا أو قيمة للمصطلح DD الذي قبله في قائمة وصف الـTL وهنا نفس المثال السابق وببساطة العنصر DD يوفر وصفا أو تعريفا أو قيمة للمصطلح DD الذي يأتي قبله لننتقل الآن إلى محرر النصوص لنرى بعض الأمثلة لاستخدامة العنصر TL إذن أمامنا صفحة HTML تحتوي بعض الأمثلة لاستخدامة العنصر TL إذن كل هذه الأمثلة تم تحويلها إلى تعليق باستخدام هاتين العلامتين وبالمناسبة فأي محتوى أو أي شيء يتم وضعه داخل هاتين العلامتين لتجاهله المتصفح بمعنى أنه لا يتم تنفيذ هذا الجزء إذن نقوم بإزالة التعليق والآن أصبح محتوى هذه الكتلة من الكود يظهر هنا إذن هذا المثال سبق وأن رأيناه قائمة مصطلحات مع تعريفها في قائمة الوصفة هذه الدئيل لدينا مصطلح واحد هو HTML يتم تعريفه باستخدام العنصر DD ويمكن إضافة عناصر أخرى مثل CSS وغير ذلك وكملاحظة بخصوص العنصر DT فعند استخدام هذا العنصر داخل العنصر DL فهو لا يشير إلى مصطلح يتم تعريفه لذلك ينبغي استخدام عنصر آخر يسمى DFN حول المحتوى HTML مثلا هنا وسأتحدث إن شاء الله بشيء من التفصيل عن عنصر DFN في الفيديو المخصص له إذن ننتقل إلى المثال الثاني لدينا هنا قائمة أكثر من مصطلح مع تعريف أو وصف واحد وهذا المثال أيضا سبق وأن رأينا لدينا قائمة وصف DL وبداخلها عنصرين DT يليهما عنصر DD ويشير هذا إلى قائمة أكثر من مصطلح مع تعريف أو وصف واحد المثال التالي هو لقائمة مصطلح واحد مع أكثر من وصف لدينا أجل سبق المثال قائمة DL هنا وعنصر DT بداخله هذا المصطلح CSS وبالعربية أوراق الأنمات المتتالية ولدينا وصفين إن صح التعبير أو تعريفين للمصطلح CSS وكما قلت سابقا بخصوص العنصر DT فبإمكاننا هنا وضع هذا المصطلح داخل العنصر DFN ننتقل إلى مثال آخر ومن بين استخدامات العنصر DL هو استخدامه في قوائم الأسئلة والأجوبة لدينا هنا قائمة DL البسيطة عنصر DD سؤال رقم واحد عنصر DD إجابة عن السؤال رقم واحد وهكذا العنصر أو المثال التالي هو استخدام العنصر DL لتوسيم البيانات الوصفية على سبيل المثال لنفترض أن هناك منصور على موقع ما في الإنترنت ونريد تقديم بيانات وصفية عن هذا المنصور فبإمكاننا استخدام قائمة الوصف DL لتوسيم هذه البيانات الوصفية مثلا لدينا هنا عنصر DD المؤلفين ولدينا عنصرين DD بحيث أن المؤلفين هما أحمد ومحمد ولدينا عنصر DD آخر المحرر هو سات الفئة الويب وهكذا وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو وإلى نهاية موضوع القوائم في HTML وقد رأينا ثلاثة أنواع من القوائم لحد الآن عن order list التي قلنا أنها قوائم مرتبة والقوائم المرتبة UL وأخيرا قوائم الوصف DL وهناك نوع آخر من القوائم في HTML menu فهو مثل العنصر UL يتم أيضا استخدام عناصر LI داخل قائمة menu غير أن العنصر menu له معنى ودلالة خاصة وهو أيضا يستخدم لتمثيل العناصر الغير مرتبة حكس عنصر UL الذي ليس له معنى أو دلالة خاصة لكن لن أقوم بعمل الفيديو لهذا العنصر والسبب البساطة هو أن هذه التقنية أو أن هذا العنصر لا يزال في مراحله التجريبية كما نراحل هنا من خلال موقع إمتين أن عنصر menu هو experimental بمعنى أن هذا العنصر لا يزال في مراحله التجريبية و menu HTML element هو عنصر له معنى ودلالة وبديل للعنصر UL يمثل قائمة من العناصر الغير مرتبة يتم تمثيلها باستخدام العنصر L-I كل عنصر من هذه العناصر يمثل رابطا أو إجراءا أو أمرا يمكن للمستخدم تشغيله أو تفعيله ولدينا مثال هنا في الأسفل لدينا قائمة من عناصر L-I وكل هذه العناصر تم تمثيلها باستخدام العنصر button الذي هو زر وكل زر فيه أمر معين مثلا هنا copy للنسخ وcut للقص و paste للاصق المحتوى على سبيل المثال هنا نتيجة تنفيذ الكود هنا أمر copy cut paste إذن هكذا ببساطة يتم استخدام هذا العنصر menu وإذا ذهبنا إلى أسفل هذه الصفحة نراحظ إلى أي حد تتوافق أو يتوافق العنصر menu مع متصفحات الويب وصلنا إذن إلى نهاية هذا الفيديو وإلى فيديوهات قادمة إن شاء الله ومواضيع أخرى من مواضيع HTML أراكم لاحقا ترجمة نانسي قنقر